ازايكم؟ في الفيديو بتاع النهاردة جايين نكمل مع بعض سلسلة حلقات كورس الانستجرام في الفيديو بتاع النهاردة هنتعلم ازاي نقدر نربط صفحة الانستجرام او ايها represent اللي احنا عملناه بصفحيتك على الفيسبوك وهنتعلم كمان ازاي نربطه بمدير اعمال الحسابات الاعلانية على الفيسبوك بس خلينا في الاول نسأل سؤال مهم جدا هو انا ليه هحتاج ان انا اربط ايهاFT MURTNAB talking بمدير اعمال الحسابات الاعلانية على الفيسبوك اولا انت هتحتاج تعمل ده عشان مستقبلا لما نبدأ نخش في مرحلة الاعلانات المموالة على الانستجرام فلازم الحساب بتاعك يبقى مربوط ببزنس مانجر لان ده هنحتاجه كمان لما نيجي نعمل شوب على الانستجرام او نحنا نعمل متجر على الانستجرام فهنا بيبقى لازم ان الحساب بتاعنا يكون اولا يكون professional ما يكونش اكاونت شخصي والحاجة التانية ان هو يكون مربوط بمدير اعمال الحسابات الاعلانية على الفيسبوك فاحنا في الفيديو بتاع النهاردة هعلمك ازاي تحول اكاونت الانستجرام لبروفيشنل وبعد كده نربطه بصفحة الفيسبوك وبعد كده نربطه بمدير اعمال الحسابات الاعلانية على الفيسبوك بس خليني في البداية اقول لك لو بتتفرج عليها على الفيسبوك ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو ولو بتفرج عليها على اليوتيوب ما تنساش تعمل سبسكرايب لي القناة وتفعل الجرس عشان يصل لكل جديد يلا بنا نبدأ الفيديو وتعال اقول لك ازاي نحاول اكاونت الانستجرام لبروفيشنل وازاي نربطه بالفيسبوك اول حاجة هنعملها مع بعض هنفتح اكاونت الانستجرام بهذا الشكل سواء على الموبايل او على الديسكتوب وبعد كده هنروح للسيتنج وبعد كده هننزل تحته وندوس على سويتشي تو بروفيشنل هيبدأ يقول لك اختار انتا كرييتور ولا بيزنس فاحنا هنختاره بيزنس وبعد كده هندوس على next وبعد كده next بعد كده هيقول لك اختار الكاتيجري فاحنا هنختارها product and service وبعد كده هندوس على done طبعا يفضل ان انت تكون معلم على شو current on profile عشان يزهر على البروفيل بتاعك ان انت البروفيل بتاعك ده عباره عن product او ان انت بتبيع منتجات من خلاله بعد كده هيقول لك حط بيانات التواصل بتاعتك عشان العملة طبعا تعرف تكلمك أو تبعث لك على الميل فانت هتحط الميل ورقم التليفون والعنوان بتاعك والمحافظة وهكذا وهتعلم هيلا على شو كونتاكت انفو ان بروفايل عشان الناس تعرف توصلك وبعد كده هتدوس على سيف وبعد كده هتدوس على دن بعد كده هتروح على صفحة الفيسبوك بتاعتك وهتدوس على الستينج وهتنزل تحت شوية وتدوس على الانستجرام وتدوس هنا على كونتاكت اكاونت طب دون لو الصفحة كلاسيك طب لو الصفحة مش كلاسيك اللي هي واخدت شكل الجديد اللي هو اسمه نيو بيج اكسپيريانس انا هقول لك كمان شوية ازاي تربطها من خلال لو الصفحة واخدت شكل الجديد المهم هندوس هنا على كونتاكت هيقول لك ألاو ان انت هتأكسز الرسائل بتاعت الانستجرام يعني رسائل الانستجرام تظهر على الانبوكس بتاع صفحة الفيسبوك هقول له ماشي كونتينيو بعد كده احط اليوزر نيمو الباسورد واعمل لوجين بعد كده هيقول لك تمام سيف الانفو خلاص انا هسايف الانفو عشان يبقى ما يطلبش كل مني كل شوية ان انا يطلب مني اليوزر نيمو الباسورد بعد كده لو جيت هنا عملت ريلود كده او عملت ريفرش هنلاقي ان اكاونت الانستجرام اتربط بالفعل بصفحة الفيسبوك طيب لو انا عندي الصفحة بتاعدي واخده الشكل الجديد او نيو بيج اكسپيريانس هربطها ازاي هروح هنا ودوس على الستنج وبعد كده دوس على سيتنج وبعد كده دوس على لينكت اكاونت طبعا هو ظاهر لي هنا ان انا الاكاونت بتاعي بالفعل مربوط فانت لو مظاهر لك هتلاقي برضو زرار الكنكت ظاهر عندك نفس القطوات اللي فاتت بالزبط هتدوس عليها وتعمل لوجين على الانستجرام وتدوس على سيف انفو هتلاقي اكاونت الانستجرام اتربط بالصفحة بتاعتك بعد كده هنيجي للخطوة اللي بعد كده وهو ان احنا نربط صفحة الفيسبوك وصفحة الانستجرام بتاعتنا ببزنس مانجر يعني لو جينا هنا كده على الستنج بتاعتنا وروحنا على الفيوجي رولز هتلاقي هنا ان الصفحة دي اللي هي بزنس مانجر اسمه باسم ستور هو الاونر بتاع الصفحة طب ازاي الكلام ده اتعمل كل اللي احنا عملناه رحنا على business.facebook.com وتمعا كنا عاملين لوجين على الفيسبوك وبعد كده دوسنا على كريتا اكاونت وبعد كده إدينا البيزنس أكاونت اسم وبعد كده حطنا الاسم بتاعنا وحطنا الإيميل وبعد كده دوسنا على Summit بعد كده هيقولك إن فيه إيميل Confirm جايلك على الميل لازم تأكد عليه إن الميل بالفعل شغال فهنروح نفتح الميل بتاعنا وغالباً الميل هتلاقيه بيجيلك في قسم الصعر هندوس هنا على Facebook هندوس على Confirm بعد كده هننتقل للمرحلة اللي بعد كده علشان خاطر نربط البيزنس منجر بصفحة الفيسبوك بتاعتنا كل اللي احنا هنعمله هندوس هنا على بيجيس طبعا انا هنا ربطاها بس انا هقول لك اتعاملت ازاي كل اللي احنا بنعمله بندوس على propos háb وبعد كده بتختار الصفحة بتاعتك طبعا اه الصفحة بالفعل موجودة المهم ان انت بعد ما بتختار الصفحة بتاعتك بدوس على وبالتالي الصفحة بتاعتك هتلاقيها خلاص ب大uchen موجودة في البيزنس مانجر بعد كده هتنزل تحتو وتروح على الانستجرام اكاونت هنا بعد كده هتلاقي اكاونت الانستجرام بتاعك موجود هنا بس هيبقى طالب منك ان انت تعمل لوجين علشان يتأكد ويعمل confirm للبيانات وتتربط بصفحة او بالبزنس مانجر بتاع الفيسبوك فيقول لك حط اليوزر نيم وحط الباسورد فانا بعد ما حط اليوزر نيم وحط الباسورد هدوس على لوجين وبكده هيكون اكاونت الانستجرام بتاعنا اترابط بالبزنس مانجر وفي نفس الوقت اترابط بالصفحة بتاعتنا لو جينا هنا كده على الستنج وروحنا على الانستجرام هنلاقي الاكاونت هنا خلاص مربوط وبعد كده اخر حاجة لو انت مش عامل حساب اعلاني كل اللي انت هتعمله هتدوس على الاد اكاونت هنا وتدوس على الاد وتبدأ تنشئ حساب اعلاني او ان انت تطلب ان انت تأكسز على الحساب الاعلاني الشخص بتاعك فهتيجي هنا وتحط الاد بتاع الحساب الاعلاني بتاعك وتدوس على confirm ففي الاخر هتلاقي الحساب الاعلاني بتاعك بقى موجود في البيزنس مانجر فأحنا كده جهزنا الصفحة إنها مربوطة بالإنستجرام والإنستجرام تربط بالصفحة والبيزنس مانجر دون ربط الفيسبوك والإنستجرام ببعض عشان بعد كده في المراحل الجاية نبدأ ننشئ مطجر على الإنستجرام ونبدأ نعمل إعلانات ممولة من خلال تطبيق الإنستجرام لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير لو بتفرج علي على الفيسبوك ولو بتفرج علي على اليوتيوب ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة واتفعل الجرس لكي يصل لكل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته